اهلا ومرحبا بكم ودرس جديد من دروس مادة الاحياء ودرس النهاردة هنبدأ الباب الرابع اسس تصنيف الكائنات الحية لو بدأنا نتكلم عن اهمية التصنيف او حاجة العلم الى تصنيف الكائنات الحية هنقول انه الانسان والعلماء اكتشفوا ملايين من انواع الكائنات الحية حوالي واحد واربعة من عشرة مليون نوع بالتقريب الا انهم بيظنوا وبيعتقدوا انه اللي اكتشفوا ما يسويش الا عشر الموجود فعلا على الارض وبيقولوا انه هناك العديد من الانواع ملايين اخرى من الانواع لم تكتشف موجودة في قيعان اعماق المحيطات والبحار نسى العلماء ما اكتشفوهاش ونتيجة التنوع الكبير ملايين الانواع اللي موجودة ظهرت الحاجة لعملية تقسيم الكائنات الحية الى مجموعات والتقسيم ده بيبقى على اساس الخصائص المشتركة اللي ما بين الكائنات الحية لو بصنا مع بعض هنلاقي انه هناك تشابه ما بين الكائنات وايضا هناك اختلاف التشابه بيبقى في وحدة بناء الكائن الحي وهي الخلية سواء خلايا حقيقية النواة نباتية او حيوانية او خلايا غير حقيقية النواة زي البكتيريا والكائنات الدقيقة تتشابه ايضا الكائنات الحية في العمليات الحيوية اللي بتتم في اجسامها زي التغذية والاخراج والتنفس والتكاثر والحركة والاحساس والنقل وايضا جميع الكائنات الحية تنمو من بدايتها حتى نهاية عمرها تختلف ايضا الكائنات الحية عن بعضها في امور كتيرة جدا خاصة بالشكل العام والتركيب الداخلي وايضا تختلف في طريقة معيشتها وطريقة حصولها على الغذاء وايضا تختلف عن بعضها في طريقة التكاثر لو لاحظنا في الصور اللي قدامنا هنلاقي التنوع اللي احنا اتكلمنا عنه من حيث الاحجام والاشكال والبيئات وطريقة التغذية في كل منها ومعنا فيديو ايضا بيوضح هذا الكلام اللي احنا قلناه يوضح اوجه التشابه ان جميع الكائنات الحية تنمو وتتم فيها عملية الايض او التمثيل الغذائي وايضا التكاثر وتتشابه في الخلية الحية لموجودة فيها وتركبها وايضا تتشابه في الاحساس وفي النمو وفي التعضي يعني ان فيها اعضاء فبنجد من ناحية النمو النبات عندما ينبت بيبقى صغير الحجم لكن بيزداد حجمه تدريجيا الى حد معين ورغم انه كل الكائنات بتبدأ بخلية واحدة اللي هي اللاقاحة او الزايجوت الا انها بتصل لحجم معين ايضا تتشابه جميع الكائنات من ادناها زي البكتيريا الى ارقاها زي الانسان في عملية الميتابوليزم او الايد فكل الكائنات الحية تحصل على الغذاء وتصل عملية اكسادها في خلاياها لانتاج الطاقة الجلوكوز لما بتاكسد في الديني انرجي او طاقة ايضا جميع الكائنات الحية تتكاثر فالكائنات الدقيقة زي الفطر اللي قدامنا فطر عفن الخبز بيتكاثر عن طريق الجراسيم وهي طريق التكاثر لا جنسية اي لا يحتاج الى زكور واناس والكائنات الارقا ومنها ما يتكاثر جنسيا ما هي عملية التصنيف او التقسيم للكائنات الحية هي تقسيم الكائنات الحية وترتبها في مجموعات حسب اوجه التشابه والاختلاف بينها والهدف الاساسي من عملية التصنيف تسهيل دراسة الكائنات الحية والتعرف عليها زي بالزبط تصنيف الكتب في المكتبة او لما الطالب بيستلم كتب الدراسة اول العام بيضع كتب كل مادة على حدة عشان يسهل حصوله عليها وقت الحاجة العلم اللي بيهتم بتصنيف الكائنات الحية يسمى علم التصنيف والتصنيف يتم على اسس والاسس التي يتم عليها التصنيف هي اسس علمية في المقام الاول اذا اهمية التصنيف تسهيل دراسة الكائنات الحية والتعرف عليها وايضا اضافة الكائنات الجديدة التي يتم اكتشافها الى مجموعاتها حسب تشابهها معاها وايضا علم التصنيف نستفيد منه في دراسة العلوم الاخرى والفروع الاخرى من العلم اهم التصنيفات التي ظهرت في العلم هي التصنيف الحديث والتصنيف الحديث اللي صاحبه ومبتكره العالم كارل لينيوس اعتمد على تعريف النوع كمبدأ علمي واساسي لتصنيف الكائنات الحية اذا نتساءل ما هو النوع النوع برعا مجموعة من الافراد لها صفات ظاهرية مورفولوجية يعني شكلية خارجية متشابهة والشرط التاني لكي تكون مجموعة الكائنات نوعا انها تستطيع التزاوج فيما بينها لانتاج ابناء افراد جديدة والافراد الجديدة ايضا تكون خصبة حتى تتواصل اجيال هذا النوع لذلك هناك بعض الافراد التي لا يطلق عليها مصطلح النوع هذه الافراد تنتج من تزاوج فردين زكر وانثى من نوعين مختلفين لكن هناك افراد لا يطلق عليها مصطلح نوع لانه ليس لها القدرة على ان هي تتزاوج مع بعضها وتنتج ابناء خصبة من امثلة هذه الكائنات التي لا تعتبر انواعا التيجن والبغل ولو اتكلمنا عن هذه الكائنات كل على حدة هنجد انه التيجن بينتج من تزاوج انثى الاسد مع زكر النمر يعني تزاوج نوعين مختلفين عشان كده بيبقى العدد الصبغي له متوسط مجموع العدد الصبغي للنوعين وعشان كده بيبقى عقيم غير قادر على التزاوج ولا ينتج افراد جديدة كذلك ينطبق نفس الكلام على حيوان البغل لكنه ينتج من تزاوج انثى الحصان مع زكر الحمار اي ايضا من تزاوج نوعين مختلفين ويقول له نفس الصفات اللي موجودة في التيجن يعني عقيم ولا يستطيع التزاوج والتكاثر وانتاج افراد جديدة من نفس نوعه اولا تسمية الكائنات الحية الكائن الحي بيبقى له اسماء مختلفة في الاماكن والدول المختلفة وده كان بيسبب مشكلة في دراسة هذه الكائنات في الاماكن وفي الدول المختلفة لذلك العلماء لجوا انهم يعملوا نظام تسمية موحد للكائنات الحية يستخدم في جميع الدول وجميع الاماكن باختلاف اللغات واللهجات زي ايه عندي مثال للكائنات دي وهي القطة المنزلية القطة المنزلية بيسموها في مصر القطة او الهرة لغويا اما في سوريا فبيسموها البسة وفي الكويت بيسموها القطة وبكده بنشوف انه بتتعدد الاسماء للكائن الواحد مما يصعد دراستها في الاماكن المختلفة لذلك ابتكر العالم كارل لينيوس نظام التسمية السنائية بالكائنات الحية ايه هو نظام التسمية السنائية في هذا النظام بنجد انه بتستخدم اللغة اللاتينية في كتابة اسماء الكائنات الحية الكائن الحي يسمى باسمين او بكلمتين فقط هاتين الكلمتين الكلمة الاولى تعبر عن جنس هذا الكائن والكلمة التانية تعبر عن نوعه وعشان نميز اسماء الكائنات الحية في وسط الكلام في الكتب اما تكتب اسماءها بحروف ميلة او نضع خط تحت اسم الكائن لتمييزه عن كلام الكتاب العادي الاسم الاول اسم الجنس بيبدأ بحرف كابتل حرف لاتيني كابتل كبير اما الاسم التاني وهو اسم النوع يبدأ بحرف صغير حرف سمول وعندي مثال القطة المنزلية اللي احنا تكلمنا عن تعدد اسماءها في الاماكن الاسم العلمي لها فيليس دوميستيكاس شايفينه قدامنا بيكتب بحروف مائلة او يكتب بحروف معتدلة ولكن يضع تخط تحت اسم الجنس وخط تحت اسم النوع وسواء كتب بحروف ميلة او بحروف عادية فاسم الجنس يبدأ بحرف كابتل واسم النوع يبدأ بحرف سمول ده اسم القطة كلمة قطة باللغة اللاتينية يعني فيليس وكلمة منزلية يعني دوميستيكاس وده الاسم العلمي للقطة المنزلية وقص على ذلك بقية الكائنات الحية اي كائن حي يسمى علميا بكلمتين الاولى اسم الجنس والتانية اسم النوع اسم الجنس يبدأ بحرف كابتل اسم النوع يبدأ بحرف سمول ونشوف مع بعض فيديو بيبين الكلام اللي احنا قلناه الفيديو قدامنا العالم كارل لينيوس كان اول من ابتكر نظام التسمية السنائية بدلا من الاسماء الشائعة التسمية السنائية تعتمد على تسمية الكائن بكلمتين الكلمة الاولى هي كلمة الجنس او اسم الجنس وتبدأ بحرف كابتل زي الامثلة لقدامي المنجة منجفيرة انديكا الانسان هومو سابينس الانسان هومو سابينس مثلا هومو ده اسم الجنس سابينس اسم النوع وهكذا قص جميع الكائنات الحية تسمى بنفس الطريقة هومو سابينس بحرف مائل او يوضع تحتها خط نجي بقى ليه التسلسل الهرمي للتصنيف الكائنات الحية تقسم لمجموعات كبيرة بينها اوجه تشابه والمجموعة الكبيرة الواحدة تقسم لمجموعات اصغر فاصغر وهناك سبع مستويات لتصنيف الكائنات الحية زي بالظبط ما بنقسم الكرة الارضية الى قارات والقارات الى دول والدولة الى محافظات او مقاطعات وهكذا نفس الكلام ينطبق على تصنيف الكائنات الحية حيث تقسم الكائنات الحية الى مجموعات كل مجموعة منهم تضم مجموعة كائنات اقل عددا من المجموعة الى اكبر منها في الحجم ونشوف مع بعض مثال لهذا الكلام نجد ان اكبر المجموعات التصنيفية هي المملكة اعلى مستهف الهرم التصنيفي الى اصغر منها الشعبة يعني المملكة مجموعة شعب الشعبة مجموعة طواقف الطائفة مجموعة رتب والردبة مجموعة فصائل او عائلات والعائلة مجموعة اجناس والجنس يشمل مجموعة انواع والنوع الواحد مجموعة افراد لها القدرة على التزاوج وانتاج جيل جديد خص بقدر على التزاوج ايضا هنلاحظ انه هناك بعض المجموعات تتوسط المجموعات ده بمعنى الشعبة والطائفة يوجد شعيبة الطائفة والردبة يوجد رتيبة وهكذا الطائفة بعدها طويئفة وطويئفة رتب وهكذا دي بيسموها سبيونت او تحت وحدة وده بيدي مساحة اكبر للتصنيف والتعرف على الكائنات الحية الجزء اللي بعد كده اللي هنتكلم عنه المفتاح التصنيفي ما هو المفتاح التصنيفي المفتاح التصنيفي عبارة عن تسلسل من الخصائص والاوصاف ترتب فيه ازواج بتقود مستخدم هذا المفتاح لتعريف كائن حي غير معلوم بالنسباله اهميته ايه بيساعدنا على التعرف على الكائنات الجديدة بمناحظة الصفات المشتركة مع الكائنات الاخرى كيف يمكن انشاء مفتاح تصنيفي تصميم مفتاح تصنيفي بنبدأ بخصائص عامة ثم خصائص اقل واكثر تخصصا ثم اقل واكثر تخصصا وهكذا كلما تقدمنا في المفتاح التصنيفي يتم اختيار خاصيتين معينتين للكائن في كل خطوة ونشوف مع بعض الفيديو اللي هيبين لي عملية المفتاح التصنيفي هنا ده التقسيم بصورة عامة او التسلسل الهرمي بصورة عامة كينجدم فيلم كلاس اردر فاميلي جينس سبيسيس يعني مملكة شعبة طائفة ردبة فصيلة جنس نوع والنوع ده تعريفه اللي هو مجموعة من الافراد لها خصائص متشبهة مورفولوجية يعني ظاهرية وتتزوج فيما بينها لانتاج افراد خصبة وامثلة التسمية السنائية قدامي ماجنفيرا انديكا اللي هي المانجة اسم النوع واسم الجنس اسم الجنس الاول واسم النوع وده مثال على التسمية السنائية هنشوف مع بعض المفتاح التصنيفي بعد هذا الفيديو ادي عندي مثال تصنيف الحشرات نقسم الحشرات الى حشرات بدون اجنحة زي النمل او حشرات زي اجنحة حشرات زي اجنحة تقسم الى حشرات لها زوج واحد من اجنحة وحشرات لها زوجين الحشرات اللي لها زوج واحد من الاجنحة اما ارجلها تبقى اقصر من جسمها او اطول من جسمها الحشرات اللي لها زوجين من الاجنحة اما اجنحة مغطاح بحراشيخ ملونة او شفافة الامثلة اللي بتوضح هذا الكلام الحشرات الحشرات زي الاجنحة اللي لها زوج واحد من الاجنحة اللي ارجلها اقصر من الجسم زي الزباب وهكذا اللي ارجلها اطول من الجسم زي البعوط اللي لها زوجين من الاجنحة واجنحتها مغطاه بحراشيف زي الفراشات بينما اللي اجنحتها شفافة ولها زوجين من الاجنحة زي الرعاش وده امثلة من عملية المفتاح التصنيفي والحشرات اللي لها زوجين من الاجنحة منها اللي لها اجنحة مغطاة بحراشيف زي الفراشات ومنها اللي لها اجنحة شفافة زي الرعاش وده مثال ل المفتاح التصنيفي تصنيف الحشرات ولاحظنا ان احنا بنختار خاصيتين على اساسهم نقدر نعمل المفتاح التصنيفي في كل مرحلة بنختار خاصيتين وبكده نبقى ان هنا هذا الدرس اللي يتكون من جزءين الجزء الاول كان اهمية التصنيف وتعريفه الجزء التاني كان المفتاح التصنيفي والتسلسل الهرمي وتعريف النوع والى اللقاء في درس جديد من دروس مادة الاحياء